وحول موضوع رأس الحكمة أكد مدبولي أن الزيارة التي قام بها تهدف إلى تطمين المواطنين إلى أن الدولة تراعي شواغ لهم وأضف مدبولي أن الحكومة تلتزم بكافة التعوضات لتنفيذ التنمية بالمنطقة وتحقيق استفادتهم المباشرة من تلك التنمية بحسب توجيهات الرئيس السيسي كان فيه زيارة لمنطقة رأس الحكمة وبرضو دي كان هدفها كله أن احنا بنطمئن أهالينا اللي موجودين هناك أن الدولة المصرية بتراعي تماما شواغ لهم وكل التعوضات السواء النقدية أو العينية احنا ملتزمين بيها عشان نفعل عملية التنمية الكبيرة جداً اللي في هذه المنطقة اللي هم حيكون أول مستفيد بيها وأنا كنت حريص جداً لنقل هذه الرسالة وتوجيهات سيد الرئيس بأن أهالينا هناك بيتم استعابهم بالكامل وأن هم جزء من عملية التنمية اللي إن شاء الله أنها تكون موجودة في هذا الشأن